السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله الوصفة هذه تلقاتكم بخير و على خير مرحبا بالمشتركات و مرحبا بكل واحدة جديدة رح تشوفينا الاول مرة حبيباتي اليوم ان شاء الله هدي ندير واحد القاطوب بزاف بزاف شباب اقتصادي حبة بيت تعطيك خمسين حبة والاهم من هذا بنين و يدوب في الفم تقدر حتى تتسجلي للعيد بإذن الله غادي ديلك كمية كبيرة و غادي يحمر لك الوجه الحاجة الأولى نبدو في العجينة نحتاج 250 غران دهان طري زبدة و المارغارين مهم يكون طري و هنا نزيد معها 200 ميلي لتر سكر ناعم و غرب له نزيد معها حبة بيضة على حرارة المطبخ البيضة لا تكون باردة من الفريجيدر و ندير مغرف صغيرة لفاني و تنجموا الزيت سيترون يعني جيش باب نخلط غاية غير بلا سباتيول كما تنجموا تخدموا بالباطر ندوب كل شيء في هذا الدهان سيترون السكر لا يجب أن يقوموا بالباطر كما لك خام نزيد نصف كاز نزيد نصف كاز نزيد نصف كاز نزيد نصف كاز نزيد نخلط غاية في العجينة بإنه بسيط خلطه مليح مليح نزيد نصف كاز نزيد نصف كاز نزيد نصف كاز نزيد نصف كاز نضيف الفارينة نضيف الفارينة نضيف مقدار مضبوط نضيف الفارينة نضيف الماء نضيف الماء فارينة نضيف الفارينة فأنا نضيف الفارينة اشتركوا في القناة حبيبتي العجينة متماسكة وفي نفس الوقت لا تنشفوهاش لا تنشفوهاش لا تنشفوهاش نبدأ شكل فيها لا تحتاج لكي ترتاح في هذا الوقت تشعلي الفور يسخل ونجلب البلا ونقوم بكوريات هنا في الفور يكبرون الكثير في الحجم ونقوم بكوريات كمية كبيرة نقوم بكوريات صغيرة ونقوم بكوريات في طابط حتى يتحدث بالخفة تحرق ونقوم بكوريات ونقوم بكوريات عجينة نكملها في سنة واحد اخر هنا كملت الكمية اللولة والكمية زوجها الطيب قلت لكم داللي خمسين حبة تماما شتوكي طيب تحمل تحت عهود شعلت علي خير شوية من الفوك دالي واحد التحميرة خفيفة خليته برد ودروك تزينتا عهل بسيط عندي كونفيتور ومعجون تعلق المشماش نمس حاجة حكا تبوت غمسوه غمسوه ونبعد نرم ده في النواة الكوكو اللي هو جوز الهند وهكا نتحصلوا على كوريات جوز الهند ولا لبول دوناج كوريات التلج اللي نبغوه قاع وبطريقة بسيطة ووصفة اقتصادية بحبيبة بيت ووصفة ناجحة مية بالمية نحط القاطو تاعي هكا في الكاسات ونكمل قاع الكمية كيف كيف هاد القاطو من بكري الشيرات معروفين بالجزائريين يديروه خاصة في الاعياد العيد الصغير ما يحلاش بلا به مالقرين تعصرنو نديرو قاطو عصري حاجة بريستيج حاجة جدد سوالة التقليديين اللي موارفين ومكابري بيهم جامي خطونا على هادي فكرت فيكم وقلت نعطيه لكم طريقة بسيطة و اقتصادية وانتو متاني متبخلوش عليها بالبرتاج تبرتاجوا الفيديو وديرو النجام والقاطو تسعنا راه قدامكم واجد شفتو كمية كبيرة ومكونات بسيطة موجودة في كل مطبخ شوفوا القاطو كيفاش يدوب وحده ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم وصفة اليوم جاتكم خفيفة ضريفة وكنت خفيفة عليكم في هاد الوصفة ودروك ما بقى لي غير نقولكم استودعكم الله الذي لا تضل ودائعه ان شاء الله يا ربي بلغنا رمضان وبلغنا العيد لا فاقدين ولا مفقودين سلام